تستأنف كل من السويد وكندا تمويلهما لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد أسابيع من مواجهة الوكالة المحاصرة مزاعمة عن علاقات لها بحركة حماس أدت إلى وقف التمويل من 12 دولة قرار الدولتين جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن خططاً لإيصال المساعدات البحرية إلى قطاع غزة وفي وقت سابق حذر المدير العام للأونروا فيليب لازاريني من أن الوكالة على حافة الانهيار بعد أن أوقفت عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة تمويلها وذكرت الوكالة أيضاً أن 162 من موظفيها قتلوا منذ بدء الحرب على غزة ووصفت ذلك بأنه أكبر عدد من أعضاء فريق الأمم المتحدة قتل على الإطلاق في أي صراع أو كارثة طبيعية وبشأن المساعدات نفذ الجيش الأمريكي عملية إسقاط جوي على شمال غزة وجاءت عملية التسليم في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في القطاع أن عدد الشهداء بسبب سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 25 وأكدت الوزارة استشهاد خمسة آخرين نتيجة سقوط طرود المساعدات عليهم ما يصلط الضوء على مخاطر وصعوبات الاعتماد على عمليات الإنزال الجوي لإصال الغذاء إلى الآلاف ممن يواجهون خطر المجاعة وفي وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحري لإصال المساعدات مباشرة إلى غزة عن طريق البحر فيما قال البنتاجون أن بناء رصيف بحري وجسر قبالة غزة قد يستغرق ما يصل إلى شهرين ما يثير تساؤلات عن مدى إمكانية تجنب المجاعة في الأيام القادمة بينما تقول الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة أن عمليات الإسقاط الجوي غير كافية ورمزية إلى حد كبير وأن الرصيف لن يكون بديلا عن إصال المساعدات عن طريق البر الذي يعد أكثر كفاءة وأقل تكلفة بكثير ووصفت منظمة أطباء بلا حدود الخطط البحرية الأمريكية بالإلهاء الصارخ قائلة إن تسليم المساعدات لم يكن مشكلة لوجستية بل مشكلة سياسية وإن الإمدادات التي يحتاج إليها سكان القطاع موجودة عبر الحدود مباشرة سناء المهداوي تيراتي عربي